تمت ثلاث خيارات كانت مطروحة في السخيرات الخيار الأول وهو أن يتوزع الحقائب الاثنى عشر على الأقليم الثلاث وهي أقليم فزان وبني غازي وهو برقة وطرابلس يعني تقريبا كل أقليم خمس حقائب على ما أتصور وتسند حقيبة الدفاع مثار الجدد إلى السيد رئيس المجلس الرئاسي وهو فايز السراج لكن للأسف الشديد هذا الخيار لم يتم الاتفاق عليه يعني حتى اللحظة يعني حتى قبل دخولي إلى الستوديو تمت أيضا خيار آخر وهو أن توزع مرة أخرى الحقائب على نحو مختلف ولكن الخلاف حصل في المرة الأخيرة قبل ساعة من الآن حول الأسماء يعني هم قبلوا الموندوبي الأقليم الثلاثة بالحصة من الحقائب ولكنهم يريدون أن يسموا أشخاص بعينهم كوزراء لتلك الحقائب هنا حصل لغط كبير وجدل حالة دون استكمال جلسة هذا المساء فحتى اللحظة حقيقة لا توجد هناك معلومات مؤكدة بأن الاتفاق تم هنا أريد أن أنوه إلى نقطة مهمة جدا وهو مقاله السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب منذ يومين قال بأن أي حكومة غير مرضية لن تلن الثقة فنحن حقيقة أمام مشكلة كبيرة إذا كان الخلاف لازال قائما تحديدا على وزارة الدفاع خيار أن تسند لرئيس المجلس الرئاسي هو خيار مقبول وحتى عندما طرحت الفكرة على الشارع الليبي استسخة ولكن للأسف شديد سيدي أن نواب التيار الإسلام السياسي تحديدا هنا تحدث عن أحمد المعتيق ممتع عن دخوة المسلمين والسيد كجمان والسيد محمد العماري هؤلاء طبعا ممتلين عن الجماعة الليبين مقاتلة يشوشون ولا يريدون إلا أن تكون هناك حصة كبيرة للإسلام السياسي وهذا حقيقة ربما يسهم بشكل كبير في تعثر هذا الإجاز هذه المشكلة التي ذكرتها وهي أن يكون نصيب كبير للتيار الإسلام السياسي هي ربما التي كانت أحد الأسباب الرئيسية التي أفشلت صيغة 32 حقيبة ربما لأن البرلمان رفضها وهناك من يقول بأن هناك ضغوطات سياسية خصوصا مثلا كان يذكر أن السفيرين التركيين في ليبيا وفي تونس تدخلات من دول تدعم هذا التيار الإسلامي من أجل تمرير هذه الحكومة بالضغط على البرلمان والسيد عقيلة ما رأيك؟ لا أتصور بمقدور أي طرف حقيقة لا داخلي ولا إقليمي ولا دولي أن يضغط على مجلس النواب بأن يقبل أي حكومة كيف متفق أنا أتصور أن إذا لم يكن هناك وفاق حقيقي حول توزيع هذه الحقائب وفقا لما هو متفق عليه على أساس الأقليم وأن يكون هناك أيضا شخصيات مقبولة وغير جدلية وليس عليه أي تحفظة تعرف الناس الآن لديها حساسية بالغة جدا تجاه حتى الأشخاص المرشحين لتولي هذه المناصف السياسية اللي جاءت الضرف الاقتصادي والأمني والاجتماعي وغير ذلك التي تمر به البلد فبالتالي حقيقة أي تشكيل حكومي أنا لا أتحدث عن التقليص الذي حصل طبعا كان معيب جدا أن تشكل حكومة من 32 حقيبة في ضرف عصيب مثل هذا ولكن هذا الاختصار يعني مهم جدا أو هذا التصغير الذي حصل في دائرة الحقائب كان مهم جدا أن تصبح 12 حقيبة أو 14 حقيبة على أقصى تقدير ولكن لازال الجدل قائما حول مسألة حقيبة الدفاع أنت تعرف حتى نكون واضحين إذا كان حقيبة الدفاع سوف تسند لطيار الإسلام السياسي هذا بكل تأكيد سوف يأتي على حساب المؤسسة العسكري والمؤسسة العسكري هنا نتحدث عن قليم برقة ونتحدث عن قبائل كبرى في برقة قدمت قوافل من الشهداء في مواجهة التيار الإسلامي التكفيري في منطقة بنغادي والمرج والبيضة وغيرها فبالتالي ربما هذا يكون مؤشر إلى ما هو أخطر من أن لا يتم الاتفاق على حكومة